هنا عادت الحياة في شمالي السودان لثلاثين الف الدان بعد انكستها الخضرة بعثة الحيوية في مفردات الطبيعة البكر مشروع كفاء زراعي الذي تملكه شركة الراجح الدولية السعودية للزراعة يقف شاهدا لاحدى ثمرات مبادرة العاهل السعودي الملك عبدالله لتحقيق الامن الغدائي العربي الحبوب والأعلاف تزرع في هذه المساحة باستخدام أحدث التقنيات بكلفة بلغت خمسمائة مليون ريال سعودي من المتوقع أن تتضاعف مع زياد حجم المساحات المستغلة التي ستصل إلى ثلاثمائة الف الدان مستقبلة بدأنا نستخدم التسوية الحديثة لتسوية الأشعب الليزر لاستصلاح الأراضي أو لتسوية الأراضي وميزات العملية طبعا هي بتزايد على كفاءة الري وزايدة الانتاجية إن شاء الله بإذن الله تعالى وغير بعيد من مشروع شركة الراجح الزراعي في السودان تتمدد قناديل القمح وتلوح زهرة عباد الشمس كتدليل آخر على اتجاه الاستثمار السعودي في السودان حيث مشروع شركة كراون لمجموعة من رجال الأعمال السعوديين والذي يضم أيضا استثمارا في إنتاج الألبان واللحوم في مساحة أربعة الف الدان موفرا فرصا للعمالة المحلية المشاريع هذه طبعا وفرت عمالة كثيرة للسودانين حتى بتاعنا المشاريع ذاته طبعا هنا في المنطقة ذات المشاريع كثيرة ما يقارب 700 الف الدان من المساحات الزراعية تستثمر بواسطة رجال الأعمال السعوديين موزعة على ثلاثة أقاليم سودانية الغالبية منها في ولاية نهر الليل ولكن الجانبين يستشرفان تضاعف هذه الأرقام من خلال الملتقى السعودي السوداني الذي تستضيفه العاصمة الرياض السودان محتاج أن يزرع بلاده ويشغل أولاده والسعودية محتاجة أنها تأكل فيجب أن نزرع هنا لأنه أأمن لنا وأقرب لنا وإن شاء الله أنا شايف البواجر تذل على إن شاء الله نتائج طيبة نحن نهدف من خلال هذا الملتقى أن نتجاوب مع مبادرة جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه حول الأمن الغذائي 49 مليار دولار سنويا ستقفز إلى 89 في غضون الخمس سنوات القادمة هي حجم المبالغ التي تدفعها دول المنطقة العربية نظير استيراد موادها الغذائية من أقاص الدنيا كلفة ستقل بنسب فارقة بحسب الخبراء إذا متجعت هذه الدول للاستثمار الزراعي والحيواني في دول المنطقة القريبة أبرزها السودان لتوفر كل الظروف المناقية والطبيعية الملائمة وبالتالي فتح أبواب التعاون الاقتصادي على مصرعيها بين دول المنطقة بما يحقق أمنها الغذائي سعد الدين حسن العربية الخرطوم